عالم الزراعة. بسم الله الرحمن الرحيم اخواني الاعزاء. اهلا وسهلا ومرحبا بحضرتكم في فيديو جديد على قناتكم قناة عالم الزراعة. هنشوف ما حضرتكم طريقة زراعة رحان الاكل. والفرق بين رحان الاكل والرحان العادي. البسل او رحان الاكل. هنا رحان الاكل. وده الرحان العادي. الزهرة الرحان الاكل زي ما حضرتكم شايفين زهرة بيضة بكون. وزهرة هنا بكون الزهرة العادية اللي احنا متعودين على اللي بتعطي اللون قلب نفسي. ورقة رحان الاكل بيكون اكبر شوية من ورقة اه الرحان العادي. هنا ورقة رحان الاكل. حجم الورقة اكبر من الورقة العادية. وشكل الورقة بيكون شوية مختلف او تركيب الورقة شوية بيكون مختلف. اه الرحان العادي او رحان الاكل عفوا. رحان الاكل بيحافظ على اه اللون الاخضر او الورقة دايما بيكون خضرة زي ما حضرتكم شايفين. بخلاف رحان العادي بيبدأ الورقة تتبل وتنشف تحت لو ما ما اعتناش بيها واهتمنا بي. هنشوف مع حضراتكم من بداية ما هنجيب شتلة الرحان للاكل ونزرحها. ومنين هنقدر نجيب شتلة رحان للاكل? او هنزرع بزورة هنشتري بزور وهنزرحها ازاي? فيديو زراعة البزور موجود على القناة. ولكن اه فيديو الشتلة هنجيب ازاي الشتلة ونزرحها? ده اللي احنا هنشوفه اسناء الفيديو ان شاء الله بعد الفاصل. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجابة والاشتراك في القناة. الطريقة اللي احنا نجيب بها الاشتال او البزور طبعا هي تنفع للزراعة المنزلية ولكن مش هتنفع في المشاريع. لو انا هزرع مشروع تجاري. اه بالتأكيد لازم اشوف صنف جيد وصنف بمواصفات عليه. لكن انا حاليا هزرع في المنزل فبالتالي هروح على اقرب مولية او اقرب تجاري وخاصة مراكز التجارية الكبيرة هيكون فيها في قسم الخضروات في قسم للهربس او اسمه الاعشاب او الوركات زي ما حضرتكم شايفين. وفي مكان خاص بالاسيس هيكون زي ما حضرتكم شايفين النباتات الوركيات كلها مزروعة اشتال. ده النعناع. اسيس اقدر اخد اسيس ده واقدر ابدأ اطلع منه الاشتال. هنا رحان الاكل هنا رحان الاحمر. هنا جرجير اعتقد هنا رحان اكل. ده الرحان اللي احنا هنتكلم عنه في الفيديو اللي هنزرعه. آآ جميع الاعشاب او الوركيات كلها هتلاقيها موجودة زي ما حضرتك شايف. واسعارها رخيصة مش غالية. هادر اشتري اسيس منها. ده الرحان الاحمر. هادر اخد اسيس وبعد كده ابدأ انافذ نفس خطوات الفيديو. هفتح لكم اصيس منه برضو عشان نشوفه. ده طبعا الخضروات اللي موجودة عندهم. جميع الوركيات اللي موجودة. هنا بنفس الطريقة بيكون الاصيس بتاخده. ده الرحان الاكل او سويت باسل او الباسل. بنفس الشكل بعد ما بتشيله من الكيس بيكون زي كده. بنبدأ نطلعه ونبدأ نطبق نفس الخطوات اللي هنشوفها ما حضركم في الفيديو. ده ما كان البزور طبعا هنا مستلزمات زراعية. وفيها البزور هنا بزور الباسل. وبزور ازهار وبزور جرود. طبعا في كل المولات بيكون موجود نفس القسم اللي بحكي لحضركم عنه. ولكن غالبا احنا ما بنروحش عليه لان هو عشاب. مكتوب عليه عشاب او قسم عشاب. عشاب طبية او نباتات طبية. انا هنا هاخد الاشتال وهبدأ اطلع الشتل واحطوه في الاسس. طبعا افضل ان انا اشيل المجموع الخضري عشان زي ما بنحكي في كل الفيديوهات بتاعتنا عملية التوازن بين الخضري والجزرين. المجموع الخضري والمجموع الجزرين. هخفف النبات بتاعي باستمرار اتعود ان حضرك لما تيجي تزرع شتل او تشيل شتل او كل اللي حضرك محتاجه الجزور والبرعم القمة النمية بس. كل اللي حضرك محتاجه في بداية زرعة اي شتلة. بقدر الامكان حاول ما يكونش في مجموع خضري على النبات بتاعي. هزرع الشتلة بتاعتي. وهسبتها كويس بالتربة وهرويها ريض غمر. وهبدأ اتابع ريض النبات. زي ما اكلمنا في فيديوهات السابقة للريحان. الرحان بقدر الامكان او النعناع. بيحتاج لتسميت. مش زي ما بنسمع في الفيديوهات انه ما بيحتاجش تسميت. لا. بيحتاج للتسميت. وبيحتاج لترتيب تربة باستمرار. هنا ما شاء الله النبات بتاعي جيد وممتاز هو ده اللي احنا زرعناه. ولكن اختلفت شتلة عن شتلة عن شتلة تلات اشتلل زرعناهم. حسب قوة النبات. كان فيهم شتلة فيها قمة نمي وشتلة ما فيش فيها قمة نمي. فبالتالي هلاقي في اختلاف في النمو. وفي الاخر هيكون كله ما شاء الله جيد. هنا عند اصبع عندي النبات جيد. الورقة هنا كبيرة بحجم قوي. النبات عندي ما شاء الله. تلات نباتات ما شاء الله جيدين في وضع ممتاز جدا. التربة رطيبة زي ما حضراتكم شايفين. النموات الخضرية جيدة جدا جدا. وهنا فيه فرق كبير بين الرحان الاكل ورحان البلدي. هو عملية احتفاظ رحان الاكل بالمجموع الخضري. دايما بتلاقي المجموع الخضري بتاعه قوي وكويس وشكله جيد. وما بينشافش وصفر اوراقه بسرعة زي الرحان البلدي او الرحان العادي. هنا باستمرار حضرتك تشوف لو لاحزنا هنلاقي الورقة اللي فوق خضراء والكمال نمية خضراء والورقة اللي تحت خضراء والساق نفسه اخضر. بيحافظ كتير على نظرته على خضران الورق والساق النبات اخضر باستمرار وفيه نسبة عصارة او سائل اكتر من الطبيعة. هنا تربة رطبة باستمرار هنخلي تربة رطبة هنشف التربة وهعطش النبات في حالة واحدة فقط. هو لو انا حبيت اصرح في عملية التزيير. لو حبيت اخلي النبات يزهر باستمرار. افضل موعد لزراعة الرحان بالعقلة هو شهر اربعة. لو انا هزرع بشهر اربعة معاد جيد جدا جدا مناسب لزراعة الرحان بالعقلة. وفي فيديو موجود على القناة لزراعة الرحان بالعقلة نفس اللي ينطبك على الرحان البلدي في الزراعة. وبينطبك على الرحان الاكل في الزراعة. واقدر ازرع البزور بشهر خمسة. موعد القاصر الرحان سواء بالبزرع او بالعقلة هو شهر اربعة وشهر خمسة. هنا هبدأ عملية التعطيش. هنا الرحان البلدي والرحان البسل. السويت بسل ده الرحان الاكل. الورقة ما شاء الله كبيرة وعريضة وسميكة وخضرة. هنا الرحان العادي بتاعنا النباتين في نفس العمر تكريبا انزرعوا. الرحان العادي زي ما حرقكم شايفينه وكلنا عارفين ووراقته رفيعة ورائية وعادية جدا كلنا نعرفها. المجموع الخضر ما بيحفظ عليه. الاوراق القديمة باستمرار وتبدأ تتبل وتنشف. الساق مش اخضر باستمرار زي ساق الرحان الاكل. هنا لو راحزنا هنشوف كتير بيبدأ الوراق اللي تحت تبدأ تتبل وتبدأ اسفل. هنا الورق كله فيه براعم حتى جديدة بتطلع باستمرار بيطلع براعم في الساق من الاسفل. وبالصموار النبات بيكون اخضر وجيد. هنا بعد عملية التعطيش عشان عملية التزيير. هنا لو لاحزنا هنلاقي النبات التربة مفيش فيها ماي. مفيش ماي في التربة. الطربة طبعا دي هي عبارة عن سماد مشتل مع رمل. مفيش ماي كتيرة زي الاول. يبدأ عملية اسرح في عملية التزيير بعملية التعطيش النبات. طبعا نتيجة التعطيش بدأ ورقة او شيء تتبلق او تصفر. هرجع اروي النبات بتاعي وهرجع اكمل بعد. الزهرة بتاعته شكلها بيكون جميل جدا جدا. آآ بيكون بيضة مش بيكون آآ غمقة. هنا ما شاء الله النبات بعد ما فتحت الزهرة. ونرجع نروي النبات بتاعنا تاني باستمرار. في نقطة كتيرة جدا جدا مهمة في عملية ريي الرحان. آآ لو روينا الرحان الصبح بدري او المغرب بيكون افضل من ان احنا نرويه طبيعي زي باقي النباتات في طول اليوم. الرحان من النباتات اللي بتحب السماد العضوية. لو حضرتك عندك مجال تسمى سماد بلدي. آآ دواجا او حيواني. بجدا جدا ممتاز الرحان. هنا ظهرت الرحان البلدي. ودي ظهرت الرحان الاكل. الرحان البلدي زي ما شايفين طبعا آآ آآ نضارة الرحان الاكل من من رحان البلدي. هنا الورقة مختلفة. الوضع كله مختلف بين الرحان ده والرحان ده. الظهرة هنا بيضة. مش باين عليها اللون الاحمر او البنفسجي زي الرحان العادي. ده الرحان العادي اللي في ايدي. هنا ده الرحان العادي. اللي في ايدي حاليا ده رحان عادي. اتمنى من الله ان يكون قدمت حضراتكم مع المفيدة اتمنى ان الجميع يكون استفاد ولا تنسوا زكاة لعلم تبليغه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة